ده الوضع بالنسبة لمعسكر الاهلي وأيضا معسكر الزمالك وبعد شوية كمان هقول لكم التشكيلين المتوقعين سواء للأهلي أو الزمالك هنقول الاهلي والزمالك تشكيل الاهلي وتشكيل الزمالك طيب الاول قبل ما نروح تشكيل الاهلي وتشكيل الزمالك هروح لكم للقائم النهائية للمرشحين لجوائز الكاف اللي المفروض ان شاء الله هتكون في نفس حفل الكاف هتكون في نفس توقيت مباراة الاهلي والزمالك الساعة التساعة مساء تعالوا روح هتكون يا جماعة التشكيل الاهلي والزمالك المتوقع لو سمعتم أفضل لعب القائمة المختصرة محمد صلاح وساديو ماني وإدوارد مندي ده التلاتة المرشحين لأفضل لعب الجوائز زي ما قلت لكم هتبقى الساعة التساعة مساء أعتقد أعتقد هتروح لساديو ماني وإن كنت طبعا نفسي لمحمد صلاح بس فوز السنغال بكأس الوام الأفريقية مع الوصول لكأس العالم ومشاركته محمد صلاح يعني إنجازات هذا الموسم ممكن تخليه أقرب وإن كنت زي ما قلت لكم أكيد أتمنى محمد صلاح ولو على الأرقام الفردية فأكيد محمد صلاح أفضل ألف مرة ثم يختاروا عشان نجاحات السنغال أفضل لعب داخل القارة محمد الشناوي أليو ديانج أشرف داري ويعني ميال أنا لمحمد شناوي رغم أن أشرف داري عمل بطولة كبيرة جدا وأليو ديانج عمل أيضا بطولة كبيرة جدا بس أنا ميال أول لمحمد الشناوي بصراحة مش تعطفا ولكن يستحقه عن هذه البطولة أفضل مدرب أليو سي كارلوس كيروش ووليد الريكراكي ومنافسة قوية جدا جدا هتبقى مع أليو سي سي والريكراكي بسبب الفوز في سواء دورة أبطال أفريقيا أو يا جماعة احنا بنجري بسرعة عليه ووليد الريكراكي دورة أبطال أوروبا دورة أبطال أفريقيا أو أليو سي سي بتتكلم في الوصول لكأس العالم والفوز بكأس الأمم الأفريقيا طيب تعالوا نروح لأفضل فريق الأهلي الوداد ونهضة بركان المنافسة سلاسية بين الثلاث فرق وغالبا اللي بيبقى كسبان دورة أبطال أفريقيا هو اللي بياخد الجازة فممكن يبقى الوداد أفضل منتخب مصر الكاميرون والسنغار ونفس الأمر اللي قلته على سادي مريمين شوية فممكن الكافة ميل للسنغار خدوا بالكو اللي خلا مصر في المكانة دي الوصول لآخر مرحلة في تصفيات النهاية الكأس العالم الوصول لنهاية كأس الأمم الأفريقية كمان كالوس كيروش فيه أو بين التلاتة المرشحين للفوز بأفضل مدرب بالمناسبة خرج بيتسوم سيماني من الترشحات رغم الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأنداء والوصول الانهائي دورة أبطال أفريقيا طيب